اهلا بكم النهاردة هنبتدي اول حلقة في ستسالة توقعات ونصايح وتحذيرات وتنبيهات عام 2021 ان شاء الله بازن الله يكون عام مليء بالفرحة ومليء بالسعادة ويبقى افضل بكتير جدا جدا من سنة 2021 2021 كانت سنة مفاجأة لكل الابروك تقريبا كلنا كنا متضايقين كلنا كنا خايفين كلنا كنا يعني حصلت لنا طبعا طفرة في العالم كله بسبب وباق كورونا حاجة ما كانش متوقعة اطلاقا فالنهار ده قررت ان انا ابتدي باول برج هو برجي انا بواسطة بقى فقررت ابتدي برج العذراء اللي هنتكلم عن اهم انا مش هقول توقعات بس هقول اهم نصايح اللي حب ان انا الفة انتباه موليد برج العذراء ليها والتنبيهات والتحذيرات اول حاجة برج العذراء ما كانش من الابراج الواقع قوي على فكرة سنة 2020 يمكن عاطفيا كان عنده مشاكل كتير جدا سنة 2021 كانت سنة كبيسة جدا عاطفيا على برج العذراء وعد فيها بأكسبرينسز او خبرات صعبة يعني كانت سنة صعبة عاطفيا او في الحب او في العلاقات عنده بس في الجوانب المادية والعملية انا شايفة ان العذراء كان عنده طلعات قوية جدا جدا وخاصة في نهاية 2020 يعني اعتقد ان برج العذراء يعتبر من الابراج الاكثر حظا ماديا وعمليا وبروفاشنالي في نهاية 2020 فدي حقيقة من خليانة من الابراج لم كانتش واقعة بالعكس كان عنده فرص كتير هو عامة برج العذراء من اول سنة 2018 كان عنده تغييرات مفاجأة في حياته او قرارات مصرية اخدها ممكن تكون اثرت او يعني هتؤثر على حياته الفترة الجاية كلها فالعذراء من 2018 وعنده تغييرات مستمرة يمكن لمدة سبع سنين برج العذراء هيفضل فيه تغيرات انا شايفاها تغيرات ايجابية بس كانت سنة 2018 هي سنة قلب الموازين وسنة التغييرات بالنسبة لبرج العذراء وده بسبب تأثير كوكب ارانس على برج العذراء فبرج العذراء لسه عنده تغيرات كتيرة انا شايفاها ايجابية يمكن من اكتر السنين اللي قلبت موازين برج العذراء في الحظ هي 2019 يعني عذرائيين كده راجعوا نفسوكو هتلاقوا سنة 2019 كانت سنة حظ وكويسة جدا بالنسبة للموازين برج العذراء طيب بالنسبة للموازين 2021 انا شايفاها لبرج العذراء سنة تقدم سنة نجاحات سنة انتصارات سنة تغيير ايجابي شايفا برج العذراء بيطور في نفسه بيانفست في نفسه بيشتغل على نفسه هو عايز يعمل حاجات ايجابية عنده هدف عنده تحقيق احلام عنده امنية هتتحقق لبرج العذراء اعتقد ممكن تكون امنية في العمل او امنية في المال جايلك فلوس كويس يا برج العذراء عشان كده بشجع برج العذراء اللي في دماغهم ان هم يعملوا اي مشاريع ان هم يبتدوا عمل هذه المشاريع وخاصة من شهر فبراير ومارس يعني فبراير ومارس وابرل تقريبا لحد شهر اوجست انا بشجع برج العذراء لو في احد عنده فكرة مشروع عنده بيفكر في حاجة جديدة يعملها يعني هتكون مخظوظ في هذه التغييرات في العمل يا برج العذراء برج العذراء على النطاق العملي شايفة ان انت جاي ممكن تكون محتاج تبذل مجهود اكتر الفترة الجاية محتاج تشتغل على نفسك اكتر زي ما قلت ان انت هتستسمر في نفسك بس كل شوية محتاج ان انت تبقى عندك تطوير ذاتي يعني العذراء مشكلته انه احيانا بيطلع يطلع يطلع بس احيانا بيكسل فانا شايفة ان العذراء لا محتاج دايما ان انت تبقى مستمر وانا يعني بقشيت بقدرة برج العذراء على الصبر هما بيقدروا يصبروا او برج بريسستنت كده يعني بتستحمل بس انا شايفة في المجمل هي سنة حلوة جدا لبرج العذراء سنة فرص هيجيلك فرص قوية جدا يا برج العذراء حاول تستثمرها وتمسك فيها يعني فرص هتبقى مؤثرة جدا جدا في حياتك سواء فرص عطفية او فرص عملية او فرص يعني مادية فحاول ان انت تستثمر هذه الفرص وما تكسلش برج العذراء عندك قرارات مهمة قرارات مصرية هتاخدها سنة 2021 وحاسة ان انت برسناليتي حتى وشخصية تكون اقوى برج العذراء من الابراج اللي لما بيخد ثقة في نفسه يعني هو وانسه انه اخد الثقة وخد الليد بينطلق فانا شايفة ان هي سنة انطلاقات انا بشوف ان برج العذراء ان شاء الله فبقصنا ده ممكن يكون من اكثر الابراج المحظوظة لعام 2021 انت شخص بتعرف تستغل الحاجات البسيطة وتستثمر في نفسك كمل زي ما قلت ماديا لو بتفكر في اي مشروع وانت انا متأكدة ان العذراء عندهم مشروع بيفكروا فيه بس مش عارفين انه هاو يعني يبتدوا منين او يبتدوا ازاي لانا بشجعكم ان انتوا تبدأوا خطوات ايجابية ناحية هذا المشروع مشروع ان انت تبقى اونري عندك تشتغل في التجارة يعني العذراء من نوعية الناس اللي ممكن هم مشاطرين في البيع العذراء مش باقي عشاطر بس هو مستثمر زكي يعني بيعرف يستغل الفرص عشان كده لو جعندك فرصة ان انت تعمل مشروع اللي يبقى عندك برودكت بتاعتك او الشركة بتاعتك اللي بيبيع فيها لأ انت بتعرف تدير كويس بس لازم يبقى حد مسؤول عندك ينظم لك الدنيا لان ممكن العذراء ما يكونش منظم قوي الفاترة دي انا شايفة كمان ان انتوا عندكوا وتحسن في احوالكو الصحية كمان بس في فترة لازم ناخد بالنا من صحتنا فيها الفترة دي هتبقى من شهر يعني شهر فبرولي اللي هو شهر اتنين وشهر تلاتة وبداية شهر اربعة يعني من اول شهر او من نصف شهر فبرولي لحد بداية شهر ابريل ناخد بالنا من احوالنا الصحية من العدوى من الفيزيك اللي ناخد بالنا من نفسنا شوية كمان فترة برضو من اول مارش من نصف مي لحد عشرين او تلاتين لحشرين لخمسة وعشرين يوليو برضو ناخد بالنا من اي قرارات بناخدها من اي حاجة ليه علاقة اللي نحننضي قود او حالتنا الصحية او قرارات عاطفية فشلة طيب برج العزراء والعاطفة للأسف برج العزراء ما كانش من الابراج المحضوظة عاطفيا بس هو خرج من 2020 عنده خبرة يعني خد خبرة قوية من كل الحاجات اللي حصلت له السنة اللي فاتت بس انا شايفة ان العزراء عنده يعني فرصة للارتباط سنة 2021 وهيبقى هيبقى ارثة اختياراته يعني العزراء من الخبرات اللي اخدها سنة 2020 هيخليه قادر اكتر قدراتا على اتخاذ وبطيء اكتر في تقييم الاخرين لانه واضح ان انت في ناس كتير خدعتك يا برج العزراء سنة 2020 واخدت مقالب كتير يعني وتخدعت في ناس كتير جدا الا ان ع 2021 عندك قصة حب هتتوج بالزواج بنسبة كبيرة جدا في اشهر اما الصيف الخريف يعني ممكن يكون عزراء عنده احتفال بفرخ او احتفال احتفال بمولود جديد احتفال بخطوبة او فرخ في العيلة من اول شهر جون وجولاي واوجست وسبتمبر ونوفمبر يعني اشهر الصيف واشهر الخريف عندك فرخ عندك خطوبة عندك احتفال في العيلة عندك مولود جديد عندك احتفال بحاجة ليها علاقة بذرية او فرح يعني يعني زواج طيب الابراج اللي ممكن يقترن بيها برج العزراء بالزواج هيكون ابراج ترابية اعتقد ممكن يكون طور او جدي وابراج او ابراج هوائية برج الميزان او ابراج او ابراج مائية برج العقرب او برج حوت كمان برج عقرب وحوت موجودين وبرج الحمل دي الابراج او الاسد كمان بس اكتر برجين في اوبرتونيتين يحصل ما بينكم ما بين بعض ارتباط عاطفي هما الابراج الترابية وعادة العزراء بيتطفق مع الابراج الترابية والابراج المائية اكتر من الابراج النارية والابراج الهوائية انا شايفا عندك وصول للقمة يا برج العزراء يعني هتوصل في حاجاتك هتوصل الاكستريم بتاعها ومادين كمان يعني كفلوس جاي لك فلوس مش متوقعة في فترة ازدهار مادي عندك تسديد ديونة وعندك ديون يا برج العزراء هتسدد ديونك وهيبقى عندك حاجة تشتريها عندك تغيير في المنزل كمان برج العزراء عنده تغيير في المنزل وخاصة في نص السنة التاني ممكن تغير بيتك عندك شراء شيء جديد ممكن تشتري ارض تشتري عربية تشتري بيت تشتري شقة فيلا تكبر حاجة عندك بس يعني انا شايفا في ازدهار عندك قدرة ابداعية هتلاقي نفسك مبدع كده عندك ابداع الهام افكار جديدة هتبقى كرييتوف جدا هو العزراء طبعا يا جماعة مش تكلم كتير عن نفسي بس هو العزراء كرييتوف يعني بس هتبقى اكثر كرييتوفيتي هتبقى اكثر جاذبية هتهتم بشكلك هتهتم بنفسك هتهتم بجسمك انا هولوكو نقطة على برج العزراء انا انا بحبها قوي العزراء من الابراج اللي دايما بيديفلوب نفسه يعني حتى شفوها كده دايما اي حتى اعرفوه موليد برج العزراء هتلاقيه بيشتغل على جسمه بيشتغل على شكله دايما في تطور يعني مثلا فيه ناس كده تحسسوا ما كل ما بيكبروا بيعجزوا بيوحشوا بيلاقي العزراء من موليد المواليد فيها ابراج تانية بس العزراء من اكثر الابراج اللي يهتموا بشكلهم و بناقطهم و بيهتموا بجسمهم و بصحتهم هما ناس الهلثي فهتكون اكثر زر atualAsium اتتم بنظامك الصحي و تعمل و اتجكل جم انا كنا لك اعمل معك جماع رياضة و اي حد سكني يقوم ب заб ИضErb يكون اقلقي و هتتقلقي اكثر ما انتrealm tb نسبة انه هنا احد يسألني شان دز pier milay Valiamo عذراء ان هو يختار شريك حياة او علاقة حب ممكن تكونك بتبتدي في نهاية 2020 او بداية 2021 هتتوج بارتباط رسمي في النص التاني من العام طيب انا شايفة ان في اخر صبرك خير يا برج العذراء اشتغل على نفسك طور من نفسك ما تفضلش ثابت لما يكون عندك حلم يصدقه واشتغل عليه وطل كسر يا برج العذراء عشان دايما باشتكي من الكسر بتاع برج العذراء قدامك سنة مليئة بالتحديات بس انت قادر على خوض هذير التحديات وزي ما قلت فيه فترة لازم ناخد بالنا منها لو شهر فبروري ممكن يحصل شوية عكسات فبروري مارش ونص ابريل بعد كده من نص مايول حد 25 يولو وتاخدوا بالكم من فترة دي ممكن تبقى فترة بس شوية سترس الناس اللي بتدور على شغل كمان شايفة ان عندك اوبروتوني انهم تاخدوا شغله خاصة في نص يعني التاني الكوارتر 2 من 2021 بشكركم بحبوكو جدا جدا قلولي بتتفرجوا عليها من فين وبليز تعملوا شارع اي حتى تعرفوه من برج العذراء بس هي في النهاية سنة حلوة سنة تغيير للأفضل اشتغلوا على نفسكو انفستو في نفسكو امنوا بنفسكو خلوا عندكو حصن الظنة بالله ان اللي جاي اخلى انا دايما هقولها في اخر كل فيديو احنا اللي بنصنع مستقبلنا احنا اللي بنصنع افكارنا والتحدي اللي جوانا هو اللي بيخلينا افضل وافضل كل الدعم طبعا لبرج العذراء زي ما اتفقنا ان احنا هنكون مبعض كل سنة كل شهر قصدي كل سنة كل سنة كمان يعني كل شهر هنعمل زي طاقعات ونصايح شهرية بحبوكو جدا 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 يا برج العذراء وبتمنى لكم ان شاء الله كل السعادة وكل الحب وكل التفوق لان انتو برج صبور برج بروسستمت تستحبكو كل ما هو خير ان شاء الله بيخلينا اعمالوا لايكو للفيديو وعمالوا شارع كتير ومنشر لصحابكو وقلوا لي ايه اكتر حاجة نفسكو وتحققوها سنة 2020 انا نفسي يعني نفسي ان انا يعني اكبر الشغل بتاعي وعني برج انا كمان نفسي ان اعمله شجعوني ان احنا نعمله ويعني نفسي طبعا عائلتي يكونوا كويسين طبعا ويكونوا دايما بصحة واهلي يكونوا كويسين